موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابة أوقاتكم بكل خير نحييكم من قناة السعودية وهذه نشرتنا الأولى لهذا اليوم أبدأها بالعنوين خادم الحرمين الشريفين يرعى مهرجان الجنادرية الثالث والثلاثين وسباق الهجن السنوي الكبير اليوم الخميس مهرجان الجنادرية عرس ثقافي وتراثي يحتفل به أبناء المملكة في كل عام الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمدرية خب والشغف موسيقى أهلا بكم يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود اليوم الخميس حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في دورته الثالثة والثلاثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني تحت عنوان وفاء وولاء والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير كما يشرف خادم الحرمين الشريفين الحفل الخطبي والفني للمهرجان هذا ويعتبر مهرجان الجنادرية من المحافل الثقافية والتراثية المهمة في المملكة كما يحظى باهتمام اقليمي ودولي واسع نتابع الجنادرية وفاء وولاء ثلاثة وثلاثون عاما حظي فيها مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة بدعم لا محدود من قيادات المملكة وذلك انطلاقا من اهتمامها بالموروث التاريخي المتنوع وتسعى المملكة العربية السعودية منذ عام 1985 للميلاد على تسخير كافة امكانياتها الثقافية والسياحية والتراثية لدعم مهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة اليوم وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ينطلق مهرجان الجنادرية بدورته الثالثة والثلاثين معلنا عن محفل تراثي وثقافي يمتد لثلاثة اسابيع متواصلة المهرجان التراثي المتعاقب سنويا يشهد خلال ايامه فعاليات متنوعة تبدأ من الابريتات الوطنية والعرضات السعودية اضافة الى الامسيات الشعرية ومئات من الندوات الفكرية والادبية عرص ثقافي وتراثي وسياحي يحتفل به ابناء المملكة العربية السعودية في كل عام معبرين بذلك عن تمسكهم بتراث اجدادهم والاصالة الرصينة لبلادهم ويتمتع هذا المحفل التراثي بمكانة بارزة على خارطة الثقافة العربية والعالمية وذلك بكثافة الزوار في السنوات الاخيرة من كافة الدول المجاورة وغيرها وتحل اندونيسيا كضيف شرف للمهرجان هذا العام وذلك عبر جناح سياحي مميز يعرض لنا ثقافة هذا البلد هذا الكرنفال ساهم خلال السنوات الماضية بحراك ثقافي واسع تخطى حدود المملكة ليصل الى دول العالم اجمع تراث لا يتغير ولا يتبدل وتبقى وظيفتنا الاهم الحفاظ عليه لتأصيل الموروث الوطني بشتى جوانبه ليبقى ارثا متواصلا للاجيال القادمة استقبل صاحب السمو الملكي الامير السعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية امس رئيس مجلس ادارة نادي القادسية مساعد الزامل واعضاء مجلس الادارة بمناسبة تعيين المجلس الجديد واطلق سموه خلال اللقاء مبادرة قادسية الجميع التي تحمل عددا من المبادرات الاجتماعية لخدمة شرائح المجتمع كافة متمنيا لهم التوفيق فيما كلفوا به من مهمة لخدمة ابن نايف رأس صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب بمقر المحافظة اليوم اجتماع اللجنة لبحث الاستعدادات والأعمال المناطة بالجهات الحكومية والخاصة لانطلاق المعرض في دورته الرابعة تحت شعار الكتاب تسامح واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض تضمن دور النشر المشاركة في المعرض البالغ عددها 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم ومنها 130 دار محلية و270 دار دولية اطلق صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران اليوم تطبيق المستكشف الجغرافي ضمن المرحلة الاولى لمشروع تطوير الاداء البلدي الذي يتيح خاصيتي التصفح والاستعلام عبر الاجهزة المحمولة من قبل المواطنين ومنسوبي الامانة والبلديات الفرعية واطلع سموه على مشروع اعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدينة نجران قدمه امين المنطقة المهندس حمد عيبان حيث وجه سموه باستنساق المشروع في المحافظات بما يدعم توزيع التنمية ونشرها وتحديد اولوياتها استقبل صاحب السمو الامير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة امس بيصالة التشريفات بالجنادرية معالي الوزيرة المنسقة للتنمية البشرية والثقافية بالجمهورية الاندونيسية ابوان مهاراتي والوفد المرافق لها وجرى خلال الاستقبال تبادل الاحاديث الودية عن مشاركة جمهورية اندونيسيا في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 بصفتها الدولة الضيف لهذه الدورة رأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز امير منطقة حائل رئيس مجلس هيئة تطور المنطقة امس بحضور صاحب السمو الامير عبدالله بن خالد رئيس الهيئة وعضو المجلس وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن فهد نائب امير المنطقة نائب رئيس المجلس وعضاء مجلس الهيئة رأس الاجتماع الاول لمجلس الهيئة للعام الحالي واطلع سموه وعضاء المجلس على مستجدات العمل في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير وبناء المؤسسين للمنطقة إضافة إلى معالجة مختلف القضايا في جميع القطاعات التنموية وتفعيل الدور التكاملي بين الجهات والمؤسسات ذات العلاقة حيث شاهد سموه والعضاء عرضا مرئيا عن المشروع بعد ذلك أقر المجلس الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري وأشهد سمو أمير منطقة حائل بمنهجية مشروع التوجه الاستراتيجي الشامل ومبادرات التطوير التي ستشتمل على كافة قطاعات المنطقة كما رعى سمو أمير منطقة حائل بحضور سمو نائبه أمس توقيع اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وفرع صندوق تنمية موارد البشرية بالمنطقة لتوطين عدد 424 وظيفة صحية بالقطاع الخاص وكذلك اتفاقية بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية لتمكين أبناء الأسر الضمانية من سوق العمل سمو أمير منطقة حائل بالدعم السخي من القيادة الرشيدة للبرامج والمشروعات الهدفة لتمكين شباب وفتيات الوطن وتأهيلهم لسوق العمل مشيدا سموه بالتعاون القائم بين فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والغرفة التجارية وهدف وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة على مشروع مدينة السيارات في العكيشية جنوب مكة المكرمة والذي يجري تنفيذه حاليا على مساحة تتجاوز 4.5 مليون متر مربع ويضم ورشا ومعارض وعددا من الخدمات المتنوعات الأخرى واستمع سموه إلى شرح مفصل عن مناطق مدينة السيارات الأربع ونبقى في منطقة مكة المكرمة حيث رعى سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة فعاليات ورشة العمل الخاصة بفئة الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب في مراحل التعليم العام بكافة مناطق المملكة وذلك بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة حيث تفقد سمو نائب أمير المنطقة عددا من المرافق ودشن العديد من المشروعات الصحية ومبادرة أنا أقدر أخدمك الهادفة إلى دعم وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة عقب ذلك زار سموه مركز الملك فهد للبحوث الطبية واستمع لعرض عن الجمعيات الطبية ذات العلاقة كما دشن سموه مبادرة الخدمات الطبية المخبرية المتخصصة من جهة ثانية تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر التقرير السنوي لأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة من مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد الحجيني واستمع سموه إلى موجز عن محتوى التقرير المتضمن إحصاءات عن الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة إضافة لتوصيف مفصل عن الوضع البيئي في محافظات المنطقة كما اطلع على مؤشرات الطقس والتقارير الخاصة بها والظواهر الجوية بالمنطقة علاوة على ألية عمل الإنذار المبكر من ناحية أخرى رأس سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة اجتماعا استعرض خلاله سبل تطوير الموانئ الجوية بالمنطقة بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح واطلع الأمير عبدالله بن بدر خلال الاجتماع على آخر المستجدات الخاصة بالخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إضافة إلى الإجراءات التي تمت بعد وضع حجر الأساس بمطار القنفدة والخطة المعدة للبدء في تنفيذه استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم استقبل مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة زيد الضواحي ومساعديه وعددا من الرياديين والرياديات وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة الجوف بمدير البنك ومرافقيه مطلعا على ألية عمل البنك مع الشركاء ودور كل جهة وعدد من الإحصائيات والخدمات التي يقدمها البنك بالمنطقة وفي الختام أعرب مدير البنك والوفد المرافق عن شكرهم لسمو أمير الجوف وسمو نائبه على ما يحظى به الرياديون والرياديات من دعم وتشجيع استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة وللشادة شيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيزة للشيخ في مكتبه بالوزارة في الرياضي أمس الأمين العام للجامعة السلفية في مدينة بناريس بالهند عضو جمعية أهل الحديث المركزية الشيخ عبدالله بن سعود السلفي الذي يزور المملكة حاليا وجرى خلال الاستقبال الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل بحث التعاون بين الوزارة والجامعة السلفية في الهند في مختلف مجالات العمل الإسلامية كما استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة وللشاد في مكتبه بالوزارة أمس مفتي ورئيس المجلس الإسلامي في جمهورية أوغندا الشيخ شعبان رمضان مباحي الذي يزور المملكة حاليا وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل تبادل الأحاديثات الاهتمام المشترك والتعاون القائم في مختلف المجالات التي تخدم العمل الإسلامي التقى معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم وفدا إعلاميا رفيع المستوى من إندونيسيا وعدد من الدول الإسلامية من المشاركين في فعاليات مهرجان الجنادرية الثالث والثلاثين وأوضح معالي حرص المملكة على تعزيز العلاقات التاريخية المتينة خصوصا في الجوانب الإعلامية وإبراز الجوانب الثقافية والحضرية مؤكدا أن مهرجان الجنادرية فرصة للتعرف على جميع الجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية للمملكة مبينا أن اختيار إندونيسيا ضيف شرف مهرجان الجنادرية الثالث والثلاثين يدل على الأهمية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة للعلاقات مع إندونيسيا في جميع المجالات من جانبهم أكد عضاء الوفد الإعلامي وقوفهم إلى جانب المملكة أمام الهجمة الإعلامية القائمة موضحين أن المملكة دولة السلام والأمن والاستقرار رأس معالي المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في مقر المركز بالرياضي أمس رأس الاجتماع الثامن والعشرين لمكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي لليمن ودشن خلاله منصة مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن والتي تهدف إلى تنسيق المشاريع الإنسانية والإغاثية بين دول المكتب وتوحيد وتنظيم عمل طلبات الاحتياج المقدمة للمكتب وتوفير أدوات متابعتها وتغذية قاعدة البيانات المشتركة واستخراج الإحصاءات الدقيقة لها بما يساعد على تنظيم الجهود استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في مكتبه بالرياض وفدا من البرلمان الفرنسي برئاسة النائب عن مدينة باريس كلود جواسكين والنائب عن منطقة كوت دارمور برونو جونكر وعدد من المسؤولين في السفارة الاندونيسية كما استقبل معاليه رئيس أكاديمية أوزباكستان الإسلامية الدولية الدكتور شهرة بافكاش تشيف ووكيل الأكاديمية للعلاقات الدولية بهرام جان محمديف وعدد من المسؤولين في السفارة الوزباكية وجرى خلال الاستقبالين استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل برنامج الأغذية العالمي يقلص مساعداته الغذائية في فلسطين بسبب نقص حاد في التمويل أهلا بكم من جديد ثمن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشركات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى رشيد خالي كوف الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم الاستجابة الإنسانية ورفع معاناة المحتاجين حول العالم وقدم خالي كوف في خطاب موجه للمركز خالص الشكر والعرفان على ما يقدمه من عون إنساني لملايين المحتاجين في جميع أنحاء العالم بدون أدنى تمييز معربا عن امتنان الأمم المتحدة للشراكة المميزة التي تجمعها مع مركز الملك سلمان للإغاثة متطلعا إلى استمرار هذه الشراكة لدعم الدول والشعوب المتضررات في العالم زار رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية الصادق سنجراتي والوفد المرافق له أمس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التقى خلالها بمساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي وقدم الدكتور الغامدي خلال اللقاء نبذة عن البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي يقدمها المركز في دول العالم المحتاجة وبالأخص باكستان كما بحث الجانبان مستجدات المشروعات الإغاثية والإنسانية والتنموية التي ينفذها المركز في جمهورية باكستان وسبل التنسيق بين المركز والحكومة الباكستانية في تقديم المزيد من المساعدات للمحتاجين هناك بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية جدد المجتمع الدولي موقفه الثابت تجاه إحلال السلام في اليمن ووقف التدخلات الإيرانية وزعزعتها المستمرة لسلطة المنطقة التقرير التالي تواصل المنظمة الدولية مراقبة سير اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن حيث أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة سيفان دوجريك أن رئيس لجنة إعادة الانتشار باتريك كامريت عقد الاجتماع الأول للجنة لبحث الخطوط العامة لعملها والذي سيتضمن عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى وبالموازات ما ذلك يتم حاليا التفاوض على مسودة قرار في مجلس الأمن لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة وستسعى الولايات المتحدة من خلاله إلى إدانة إيران للحد من تدخلاتها في اليمن ودورها المستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة ويناقش حاليا مجلس الأمن مشروع قرار طرحته بريطانيا لتأييد الاتفاق بين الحكومة الشرعية في اليمن وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة في السويد وعلى الصعيد الميداني تمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة بمنطقة المهاشمة بمدرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف وقال اللواء أمين العكامي محافظ الجوف إن الجيش توغل داخل صفوف ميليشيا الحوثي الإنقلابية وسيطر على مواقع جديدة وواسعة كانت تحت سيطرتها بمنطقة المهاشمة مؤكداً لاستمرار المعارك مع الميليشيات الإنقلابية حتى تحرير مناطق اليمن كافة هذا وقد أعلن التحالف العربي في وقت سابق عن تمكنه من تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء الدولي مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تستخدم مطار صنعاء كثكرة عسكرية في مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا تزال الجهود الأممية والدولية قائمة لوقف الصراع في اليمن ووضع حد لمعاناة الشعب اليمنى الشقيق أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 54 طفلاً فلسطينياً واعتقلت أكثر من 900 آخرين منذ بداية العام الجاري ورصدت المنظمة اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي ميدانياً تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها التعسفية حيث شنت حملة اعتقالات طالت أربعة فلسطينيين من قرية كوبر شمال غرب رامالله وأربعة آخرين من محافظة القدس المحتلة وذلك بعد مداهمة وتكتيش لمنازلهم وفي الشأن السوري واصلت قوات نظام الأسد خروقاتها للهدنة في المنطقة منزوعة السلاح الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية مروراً بحما وإدلب وصولاً إلى شمال غرب مدينة حلب المرسد السوري أوضح أن عمليات القصف المدفعي لقوات النظام طالت مناطق وقرى في القطاع الشمالي لريف حما ومناطق جنوبية من ريف محافظة إدلب ومواقع في الضواحي الغربية لمدينة حلب كما استهدفت قوات نظام الأسد بعشرات القذائف مناطق في بلدة لطامنة ما نتج عن هقوع قتلى وجرحى بحق المدنيين هذا وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي أمس خفض المساعدات الغذائية في العام القادم لنحو 190 ألف فلسطيني في قطاع غزة وضفة الغربية المحتلة بسبب نقص حاد في التمويل وقال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ستيفن كارني أن البرنامج حصل على تعهدات بمبلغ 20 مليون دولار من مجموع 57 مليون يحتاجها العام المقبل للحفاظ على المستوى الحالي مضيفا أن حجم التمويل يتناقص بشكل كبير وسيكون له تأثير مدمر على الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني دعا مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام جون لاكرول لبنانا والسلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات التصعيد الاستفزازية على طول الخط الأزرق لاكرو أفاد أمام مجلس الأمن الدولي بأن بعثة اليونيفيل نشرت قوات إضافية في مواقع التوتر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن إجراءات عمليات حفر للكشف عن أنفاق ترى أنها عبرت الخط الأزرق مشيرا إلى أن قيادات اليونيفيل قامت بسلسلة من أزيارات التقنية في المواقع التي يشتبه بوجود أنفاق فيها يذكر أن الخط الأزرق يمثل خط انسحاب حددته الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من أراضي لبنان قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بنبيو اليوم أن العالم يجب أن يتحد لفرض عقوبات على النظام الإيراني مؤكدا على أهمية قرار رئيس وزراء ألبانيا بطرد إيرانيين أو إيرانيين خطط لهجمات إرهابية فيما أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن دعم واشنطن لقرار حكومة ألبانيا طرد السفير الإيراني من بلاد معتبرا أن ما قام به يؤكد تصديه والشعب الألباني لسلوك نظام طهران المتهور في العالم يذكر أن ألبانيا أعلنت اليوم طرد دبلوماسيين إيرانيين لانتهاكهما الأصول والأعراف الدولية والدبلوماسية وممارسة نشاطات غير شرعية تهدد الأمن القومي للبلاد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا أمس بغالبية كبيرة على المثاق العالمي للهجرة من أجل هجرة آمنة ومنظمة بعدما أقرته 165 دولة بالمغرب مطلع ديسمبر الماضي واعتمدت الجمعية العامة المثاق الذي يعرف باتفاق مراكش بأغلبية 152 عضوا ومعارضة خمسة أعضاء وامتناع 12 عن التصويت وفور اكتمال التصويت رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني كوتيريش بهذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وأكد على أهميته في ترسيق المبادئ الأساسية والسيادة الوطنية وحقوق الإنسان العالمية أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها تريد إجراء تدريبات عسكرية محدودة النطاق مع الولايات المتحدة العام المقبل وذلك ضمن جهود تحسين العلاقات مع كوتيريش مشيرا إلى أنه في ظل المحادثات النووية الجارية تبحث سيول وواشنطن تقليصة تدريباتها الميدانية الدورية بما في ذلك تدريبات فول إيغل في بداية 2019 وإجراء التدريبين على محاكاة إلكترونية لمراكز القيادة العام المقبل وعلق البلدان الحليفان عددا من التدريبات العسكرية المشتركة هذا العام مع تراجع التوتر في شبه الجزيرة الكورية وبدء محادثات بين واشنطن وبيونج يانج لتفكيك برنامج بيونج يانج النووية تعهدت واشنطن بضخ مليارات الدولارات لتنمية أمريكا الوسطى والمكسيك لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة للحد من الهجرة غير الشرعية قالت الحكومتان الأمريكية والمكسيكية إن واشنطن ستضخ مليارات من الدولارات لتنمية أمريكا الوسطى والمكسيك في إطار خطة لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة وكبح الهجرة غير الشرعية والسعى الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور لإقناع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع المكسيك لتنمية جواتيمالا وهندوراس والسلفادور وجنوب المكسيك لوقف تضفوق المهاجرين على الولايات المتحدة إلا أن تهديدات ترامب بخفض المساعدة للمنطقة إذا لم يتم احتواء الهجرة غير الشرعية قد أثارت باستمرار الشكوك حول حجم ما ستقدمه الولايات المتحدة ويعتمد الكثير من المساعدات الجديدة التي تم التعهد بها يوم الثلاثاء على جدوى المشروعات وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن واشنطن تعهدت بتقديم خمسة مليارات وثمانمائة مليون دولار لتنمية دول أمريكا الوسطى كما أنها ستزيد من استثماراتها في القطاعين العام والخاص في المكسيك بنحو أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار منها مليارات دولار ستوجه لتنمية جنوب المكسيك الفقير كما تعهدت المكسيك بتوفير خمسة وعشرين مليار دولار لتنمية مناطقها الجنوبية خلال الخمس سنوات المقبلة وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة والمكسيك ستنظمان قمة اقتصادية في الربع الأول من العام المقبل لخلق فرص استثمار تركز على المناطق المستهدفة أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن اليوم هو الموعد النهائي لتسجيل المنشآت التي تزيد تورداتها السنوية عن ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال في ضريبة القيمة المضافة وذلك عملا بنظام ضريبة القيمة المضافة ودعت الهيئة المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة بالتسجيل في الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني وشددت على أن التخلف عن التسجيل في الموعد المحدد سيعرض المنشآة إلى غرامة مالية وإلى عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات من أخبارنا الرياضية أعلنت دارة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قائمة الأسماء التي اختارها المدرب إخوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في معسكر الإمارات ضمن المرحلة الرابعة من تحضيرات الأخضر للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير 2019 يذكر أن المنتخب الأخضر سيلاقي منتخب كوريا الجنوبية في مباراة وحيدة يوم 31 ديسمبر على ملعب نادي بنياس تفتتح اليوم منافسات الجولة الرابعة عشر من دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين مهمتين حيث يحل الحزم ضيفا على الرائد على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة عند الساعة الثالثة وعشرين دقيقة عصرا فيما يواجه الوحدة نظيره الفيصل بالمجمعة في مواجهة من العيار الثقيل عند الخامسة وخمسين دقيقة مساء ختاما لنشرتنا هذا تذكر بأبرز عنوينها خادم الحرمين الشريفين يرعى مهرجان الجنادرية الثالث والثلاثين وسباق الهجن السنوي الكبير اليوم الخميس مهرجان الجنادرية عرس ثقافي وتراثي يحتفل به أبناء المملكة في كل عام الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة بمدرية خب والشعب نهاية النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر